بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كيف الحال? انا النهاردة هنكمل بقى بقية البرامج بتاعنا. وفي عندنا هنا زي ما قلنا. دلوقتي احنا عايزين نضيف خانة جديدة اللي هي ايه? بتاعت ديت. عشان نعمل بعد كده الخانة هنا. تعمل لنا لمجموع اللي في الوجبة ديت. ويقول لك ان الشخص ده هيكل قد ايه في الوجبة دي. طب هنعملها ازاي? فلو احنا عايزين نضيف خانة هنا الاسمها برضو تاني. زي اللي احنا كنا نحطيها في الاكلات دي نفسها. يعني في كل الاكلة من دول في رقم مش بحطوط هنا. عايزين نحطه. يعني مسلا لو دوسنا على الاكلة ديت هنلاقي اني لها اللي كالوريز بتاع تمانين. ما كانتش بتظهر لنا هنا في الكارت بتاع اللي احنا عملناه في في المينيو بتاعت الاكل بتاعت الوجبات اللي احنا كاريتناها لكل شخص زي ما احنا شايفين كده. فدلوقتي هنعمل ايه? هنروح للبيتشارم. ونروح هنا عند بتاع اللي احنا عملناه. احنا زي ما انتم شايفين كده احنا عملنا في فيه ايتم اي دي ونوتس. عايزين نضيف بقى حاجة تانية كده بعد الايتم اي دي كده هوت. نعم ان اتفقنا ان احنا نعمل كوبي بيست عشان نوفر الوقت. ماشي. ونكتب هنا ايه? بس هلتوا فتكرو دي كلمة دي هتشتغل يعني انا كتبت هنا وشغلت البرنامج الكاريز هتشتغل عادي بش مش هيكل يعني. تفتكروا ايه? تيجي نجرب كا نعمل اه. نعمل السيرفر. شفته? ضرب. الله دول. طب ضرب ليه? نعمل ستوب. لأ نعمل ستوب. احنا عملنا ايه. نعمل ستوب. نعمل ستوب. ونشوف كده عمل ايه? قال لك قال لك في حاجة غلط. قال لك ايه? قال لك. لما مش لاقي حاجة اسمها معاني دي اصلا كانت موجودة في البرنامج وموجودة في الموديول يعني. موجودة في الموديول اسمه بس هم اراقش ليه? لان احنا مربطنا اراقش. بيه? نربطها بي ازاي? نيجي هنا عادي جدا برضو. ننزل مسلا تحت السيرفنج او تحت ايدي زي ما كنا نماشيين. او اخر سطر يعني. مش مشكلة. مش فارقة كتير يعني. نعمل ايه تاني زي اللي احنا كدبنا فوق هنا. يعني من الاخر كده كنا ناخد ايه? كوبي دي. تمام? نعمل لها كوبي. ونحطها تحت. بس هيكون فيها بقى تعديل بسيط. لان قيمة دي هي نفسها قيمة دي. صح ولا? طيب يعني معناها طب ايه العلاقة ما بين ما بين الفيلد دوت او دوت اللي احنا اللي موجود في الموضل دوت والفاريابل ده اللي موجود في الموضل ده. ايه العلاقة ما بينهم? ما فيش علاقة. انت كده كانك عملت عملت يعني جديد في يبقى انت كده ما عملتش حاجة. يبقى انت كانوا فوت هتعب بالداتة اللي هنا زي اللي هنا. علشان انتمشي صح. طبعا ده كلام غلط. طب هنعمل ايه علشان نربط الفاريابل ده بالموضل ده. هنا بقى هنبتدي نغير حاجة هنا في ايه? في في المكان ده. هنبتدي نقول له حاجة اسمها ايه? حاجة اسمها related items. اللي هي ايه? اللي هعمل كده هوت واكتب هنا related items. related items. related يساوي. وهم كاتب ايه? item. underscore ID. وقول له dot calories. اللي هي calories اللي كانت فين? اللي كانت فوق. اكتب انا item underscore ID. ها? وبعد اكتب dot calories هو بيفهم انه جوة ال item ID هتليد calories. كان ده فولدر والدوت دي اللي هو انت بتشاول على جوة الفولدر ايه? زي ما قلنا قبل كده في الدروس اللي فاتت. يبقى item ID dot ايه? dot calories. تمام? وبكده يبقى انا ايه? اربط ال اه اربط ال item ID دوت بالكالوريس. طيب وعايزين نضيف كمان اتريبيوت تاني في الموضوع. زي ايه? زي ايه? زي انا عايز اقول مسلا ان في string. يساوي. اللي هي الكلمة اللي هنكتبها بقى هي calories اللي هي تطلع في العنوان مفوق. اللي هي تبقى مسلا ايه? ونكبر الخط شوية نعمل كابيتل بقى في الهاتف عشان يعني شوية يعني مش زي اللي هنتكلم فيه بعد كده. يعني في حاجة اسمها في البيتون. وبتدي شوية كويس جدا في الاودو اللي هو بتدي من الاخر هي الحاجات اللي هي الفنكشنال اللي بتعمل بتعمل سلف كالكوليتد. تمام? related item. واني هنا string. ناقص كمان شوية حاجات كده لنا بتتضاف. زي ايه? زي اه. 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 في حاجة تانية عايزة احطي ايه. اه. الهو store. ويبه ادفولت تاتو فاليو. الهو لوك. store. نسوي. true. وعايزين ايه كمان. عايزين. اه. read only. يسوي true. ليه? لان المفروض ان القيمة بتاعت الفيل ده ما تتغيرش. القيمة بتاعت الفيل ده بتتاخد من? بتتاخد من هنا. من فوق. يعني انا قلت له related لي ده. هات لي من ده. هات لي القيمة بتاعته. حطها لهين هو زي ما هي. وخليها read only. بحيس انها بتيجي معها شغلها. بتيجي مع ال item اللي انا اخترته. وبتتغيرش تاي? تبقى read only بيساوي ايه? بيساوي true برضو. تمام? وبعد كده هم يسايف انا بقى القيمة ديت. وزي ما انتم شايفين كده. او ما اعمل انا بقى save file save 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 all. وبعد كده او ما اعمل ايه? او ما اعمل restart server. ومشوف كده هل هيحصل error ولا لا? ده مترش فيه ما حصلش error. واضح جدا انه ما حصلش error. تعالوا كده نجرب نشوف البرنامج لما نجي نعمل له update. اه بقى فيه هنا كالوريز بير سيرفنج. ولاقيت ان القيم بتاعتها هي القيم الموجودة في الاكل اصلا. خدت بالكم يعني بقى فيه الوجبة. اسم الاسم اسم الطبق. والعدد الكالوريز اللي في الطبق. وهنا بتاعه. يبقى انا كده عملت ايه? يبقى انا كده ازا بط ديب دي. طب دلوقتي انا عايز اعمل بقى field جديد يربط الحاجات يجمع القيمة ديت ويحطها دي هنا. ده بقى اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. شكرا واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي.